مشاهديننا تبعينا في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم دايما منوريني ومشرفيني في قناة نادي الأهلي والأهلي في كل مكان زي ما معودينكم إن شاء الله بنحاول نجيب لكم تغطيع نادي الأهلي في كل مكان في لطن العربي وفي أفريقيا وإن شاء الله بعد كده في كل مكان في العالم كله الأهلي في كل مكان بنحاول نقدم لكم الجديد فيه وإن شاء الله يكون معنا أخبار وميز قبل ما أطلع لزميل محمد سعيد في نادي الأهلي عشان يقول لنا الأحداث اللي حصلت النهاردة أقول لكم خبرين بسرعة جدا علشان فيه أقويل كدير برضو لسه شغالين عبدالله السعيد وإحمد فاتح الموضوع زي ما احنا بنتكلم فيه قبل كده وكلمنا فيه وأنا كلمت فيه معاكو قبل كده مرات عديدة لكن أحمد فاتح وإحمد فاتح قلنا أن هم نجمان كبيران جدا لعيبة مؤسرة جدا نفضل نقول جدا جدا لأبعد الحدود زي ما بيقولوا وحقهم حقهم أنهم يعودوا حقهم أنهم يمشوا حقهم أنهم يمضوا حقهم أنهم يقولوا لأ حقهم لكن احنا كجمهور الأهلي بنقول لأ اللعيبة حقها أو حقنا عليهم أنهم يعودوا في نادي طالما نادي اداهم وطالما نادي كبرهم وطالما نادي عملهم وطالما نادي رفع اسمهم وطالما أنهم كانوا لعيبة مش زي دلوقتي كانوا نجون بس مش زي النادي الأهلي لكن أرجع أقول تاني احنا بنتكلم كده وبنتكلم وبنقدم نمازج قبل كده حصل فيها نفس الموضوع أختاروا هما المادة خلاص اللي يختار يختار لكن الجمهور أنا مش عايز جمهور يبقى هو متداء من جواه هي دي سنة الحياة ويا ما لعبة مشيت ويا ما لعبة جت ويا ما نجوم مشيت ويا ما نجوم بطالت ويا ما نجوم جت مش لازم يا جماعة مش عايز أقول عبد الله سعيد باسمه عايز أقول أي حد أي أن كان أبو تريكا مثلا أبو تريكا أبو تريكا أبو تريكا اللي هو يعني معشوء جمهير الأهلوي بطل وجنى حد ما كانه او سمع او شايف النادي الاهلي وقف لما حد بطل كورة يقول يعرفنا كابت المحمود الخطيب بطل كورة مش عايز اقعد عد نجوم يعني بقولك ويعني اساطير وراها نجوم كبير بطلوا كورة و النادي الاهلي ماشي وشغلوا بطلقات وحاجة ما شاء الله وحاجة تفرح و جماهير فرحانة ومبسوطة لكنها الجماهير انا عارف اللي جواهم الجماهير جواهم ان ما ينفعش يا اخي تسيبنا يا اخي واحنا عندنا افريقيا واحنا يعني بقينا نجوم في النادي الاهلي و جماهير بلوقتي وقفها وراكه مش بتكلم على احمد فاتح عد الله سعد ايا ايا ان كان مين فالجماهير هو ده اللي تعيبها اوي ما ينفعش تسيبنا واحنا عايزينكم ما ينفعش ان ان انت تمشي لا النادي الاهلي يقولك يمشي ده اللي جواه الجماهير احنا كنا بنقف وراكه واحنا دعمناكه لما كنتوا واقعين احنا دعمناكه لما كنتوا مش عارف فين ومرجعته عارف كل الكلام ده فالجمهور صعبان عليه أن اللعيبة دي هي اللي تقول لنادل أهلي